كشفت وزارة العدل على المتبعة 22 شخصاً لارتكابهم أفعالاً تتعلق بالغش في امتحانات شهادة البكالوريا مع الأمر بإداعي 18 منهم الحبس وأشارت الوزارة في بيان لها أنه صدرت ضد ثلاثة منهم أحكام قضائية بالحبس لمدة سنة نافذة مع غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار في انتظار محاكمة البقية كما لفت أيضاً إلى أن أعمال الغش المذكورة قد تمت معينتها باختصاص مجالس قضاء تبسا وغردايا وصطيف وتسمسيلت وشلف وبشار والجلفة وتتمثل الوقائع المسندة إلى هؤلاء في نشر مواضيع الانتحانات باستعمال وسائل الاتصال عن بعد وهي الوقائع التي حرست على رصدها أغلبها والتبلغ عنها الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ترجمة نانسي قنقر